الساعة الخير عاملين ايه يا رب اكونوا خير توقع برج العرب لشهر يوليو 2023 هبدأ بالجانب المهني مهام صعبة في بعض الشيء على المهنيين وده هيكون محتاج جهد كبير وده من بداية الشهر بالظبط بالظبط هيكون اول اسبوع وبعد كده هتهدأ الامور المهنية او بمعنى الصح يعني الاجواء المهنية ده غير ان من يوم عشرة هيكون فيه دعم من الزملاء وتعاون وده هيخلي المجهودة قل من الاول لموليد برج العرب وكمان انجاز اكبر يعني ده هيخلي المجهودة قل وانجاز اكبر ده غير برضو ان محتمل يكون فيه نتائج ايجابية داخل العمل والنتائج الايجابية دي هكون من بعد يوم عشرين وبرضو من الحاجات الايجابية ان فيه فرص عمل جديدة خلال الشهر يعني هيكون فيه فرص عمل جديدة وهيتم توظيف كثير من موليد برج العقرب في يعني توظيف شغل جديد المفروض انهم هيتوظفوا في عمل جديد اللي هيتوظفوا دول كانوا بدون عمل يعني اتمنى لهم ده وعايز اقول ان النتائج الايجابية اللي من بعد يوم عشرين محتمل انها تكون صرف مكافات ربنا يا رب يوفاك ويديكو الحكمة ويقويكو المجهودة زيادة مش حاجة وحشة المجهودة زيادة هيخليك ويخليك تعرف تروح تنام كويس وده حاجة صحية مدام نمت انهم عميك يبقى دي حاجة صحية المجهودة زيادة هيعمل لك سمعة مهنية ويعمل لك سمعة مهنية ان انت شخص بتاع شغل وفعال وهيخلي ليك بصمة في ناس لما بتسيبي المكان اللي هيكت فيه وتمشي بصمتها بتفضل موجود يقولك الله يما سيب الخير فلان كان بصراحة بيخلص الشغل ده اللي اخر سمعة مهنية السمعة المهنية ممكن تنقلك وتنقلك لمكان اكبر واكبر بنا يوفقك ويديكو الحكمة ويقويكو هدخل بقى على الجانب العاطفي هبدأ بالعزاب يسهل كوكب المشترى لقاء باشخاص مناسبة لعزاب برج العرب وده هيكون من اول الشهر ويستمر الحد منتصف الشهر ده غير كمان الاجتماعيات الجديدة والارتباط التقليدي من يوم عشرين لحد نهاية الشهر بمناسبة ان انتو هتقابلوا يعني المفروض انتو هتقابلوا اشخاص يعني مناسبة ليكم بمناسبة دي ياريت تتأكدوا ان هم مناسبين لكم بس دي النصيحة القصيرة جدا البسيطة تتأكدي ازاي تعرفي العيوب والتفاصيل وتعرفي الشخصية كويس علشان بعد كده ما تتصدميش وانت كمان تعرفي الشخصية كويس وتأكد انها مناسبة لكم ربنا يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة ادخل بقى المتزوجين والمرتبطين تفاهم بين الطرفين الى حد ما اول عشر ايام الى حد ما اخدتوا بالكم وبعد اول عشر ايام هيكون في انشغال كبير بالاخص مكتوبة كده للمتزوجين والانشغال ده هيكون في امور تهم الطرفين اما بقى من بعد يوم عشرين هيكون في خلافات والخلافات دي هتنتهي على نهاية الشهر ياريت لما يكون في خلافات دي نصيحة برضو بسرعة كده تسمعوا بعض وتعطبوا بعض ليه ما تروحيش تقولي لزوجك او المرتبطة بيه انت فيك كده كذا وكذا ده بيديني وانت ليه ما تروحش تقولها كذا وكذا بيدين وليه ما تتقبلوش ده من بعض وما راجعش نفسنا يعني مثلا انا كلامي جارح ليه ما راجعش نفسي وابتدي الطب في كلامي ابتدي اقل كلامي الجارح تدريجيا اي حاجة عايز تغيرها في نفسك او عايز اتغيريها في نفسك مش هتتغير مرة واحدة هتتغير تدريجيا شوية شوية هيبقى الموضوع طبيعي هتبقى خلاص بقى سيستم يعني فياريت تحاولوا تعطبوا بعض وتتقبلوا العتاب ده مش العتاب يقلب باخناء وفاهمين مشاكل ربنا يا رب يهدي سروا كل بيت ويكمل المرتبطين على خير هدخل بقى على الجانب العالي تجمعات عائلية بنسبة كبيرة ولكن تجمعات دي هتبقى من بعد يوم عشرة لنهاية الشهر ربنا يا رب يجمع كل عيلة على بحجة وسعادة وفرح ومحبة هدخل بقى على الجانب المالي نقص الماديات من بداية الشهر ونقص الماديات ده هيفضل مستمر لحد يوم عشرة وبعد يوم عشرة هيتوفر المال ووفرة المال دي هتستمر لحد يوم عشرين وبعد يوم عشرين هيكون فيه مصاريف تزيد ودي هتأثر على موليد برج العرب مالين ياريت ناخد بالنا من مصارفنا ونعرف اهمية الحاجة اللي بنحط فيها مصارفنا ربنا يا رب يوسع من رزق الجميع هدخل بقى على صاحب المشاريع أرباح مقبولة جدا على مدار الشهر يعني مشاريع موليد برج العرب المفروض ان الأرباح هتكون مقبولة جدا ليهم وكل ده على مدار الشهر يعني طول الشهر أما بقى نخدخل على الجانب التعليمي أوقات مهمة جدا لطلاب برج العرب من بداية الشهر لحد يوم عشرة وبعد يوم عشرة أوقات مريحة ولطيفة ده مكتوب أوقات يعني فيها هدوء شوية المفروض ان هي تكون مريحة لطلاب وكمان لطيفة يعني الوقت اللذيذي يعني لحد يوم عشرين وبعد يوم عشرين نتائج إيجابية لكسير من طلاب برج العقرب والنتائج الإيجابية دي هتستمر لنهاية الشهر عايز أقول للشباب والشابات ياريت اللي بيشوفني ندعي لطلاب صنوية العامة ربنا يوفقهم ياريت تركزوا ما تخليش أي حاجة تأثر عليكي ولا عليك في تفكيرك ركزوا وحط في دماغك والهدف اللي قدامك هو النجاح وبس وركز في المادة على قد ما تقدر وإن شاء الله نجاح لكل الطلبة ديك يا توقع برج العرب لشهر يوليو 2023 عجبكم الكلام ده لا تنسونيش في اللايك لو مش مشتركة أو مشتركة ياريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهات نوع هسيب لكم لينك الفيديوهات في الوصف خذوا فكرة عن فيديوهات القناة لو انت أو انت أول مرة تشوفوني متشكر أوليكو سلام